استكمالا لترتيب لجان البرلمانية لأولوياتها للاتفاق حيالها مع الحكومة تمهيدا لقرارها خلال هذا الدور كشف رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي أن أبعد نان سيد عبدالصمد أن قانون المراقبين الماليين يعد أهم أولوية للجنة خلال هذا الدور مؤكدا لسمرار والمضية فيها سواء تم الاتفاق مع الحكومة أو بدونه تعقد لجنة الميزانية والحساب الختامي البرلماني غدا للأحد اجتماعا لمكتبها الفني مع طاغم حكومي من قبل وزارة المالية للتباحث والتوصل إلى اتفاق بينهما على قانون المراقبين الماليين وقال رئيس لجنة نابعد نان سيد عبدالصمد أن القانون الذي سبغ تأجيله للدور الحالي بناء على طلب الحكومة يعد من أهم أولويات اللجنة خلال هذا الدور من أولى أولويات عمل لجنة الميزانيات والحساب الختامي قانون المراقبين الماليين ولكن نتيجة لاختلاف وجهات النظر بيننا وبين الحكومة تم تأجيله إلى بداية هذه الدورة وهو موجود على جدوى الأعمال ولكن كان الاتفاق أننا نناقش هذا الموضوع مع وزارة المالية ثم نعد تقرير تكميلي بالموضوع إلى مجلس الأمة وفي السياق ذاتها شار السيد عبدالصمد إلى اجتماع آخر سيعقدوا بحضور رئيس مجلس الأمة ووزير المالية للتوصل إلى قرار نهائي بشأن قانون المراقبين الماليين مؤكدا استمرار اللجنة بالقانون بموافقة الحكومة أو مع رفضها أما إذا لم نتوصل إلى اتفاق احنا سائرون بهذا القانون وإن شاء الله راح نقدمه لأن احنا في الواقع تنازلنا عن كثير من الأمور كان لدينا مرونة إذا أنت تب تعرف هذا التنازل وحجم التنازل شوف الاقتراح أول ما تقدمنا فيه والآن ما توصلنا إليه بعد وصلنا الآن إلى حد لا يمكن التنازل عن أي نقطة موجودة في القانون